احتدمت المواجهة بين قوات الجيش الوطني مزنودا بالقبائل وميليشية الحوث الذراع الإيرانية في اليمن في أطراف مديرية مدغل بمحافظة مأرب وسط سقوط قتلى وجرح من الطرفين وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والقبائل شنت هجوما على مواقع للحوثيين في جبل دش الخشب ومفرق دومان ونبعا في محاولة لاستعادة مواقع فقدتها في وقت سابق وكذل تخفيف ضغط الميليشية باتجاه معسكر ماس وأشارت إلى مقتل وإصابة 15 عنصرا من ميليشيات الحوثي في معارك اليوم بمأرب فيما قتل سبعة من رجال القبائل والجيش وأصيب ثمانية آخرون جراء قصف مدفعي على مواقعهم من قبل الميليشية وتسيطر ميليشيات الحوثي على 90% من مساحة مديرية مدغل بمأرب فيما النسبة المتبقية لا تمثل أهمية عسكرية بشكل يخدم المعركة وكانت الميليشيات سيطرت على مناطق شعفان والديرة والغيث وجبل الصفراء والحنية والجوة والحزمة والخريبة والزبرة والعرقة والغرائق والقرضة والمربخ والسماسرة والنشبيفة والنشيفة السفلة في مدغ المأرب وبذلك ستتمكن من الوصول والالتحام بقواتها المتواجدة في الجبهتين الشمالية والشمالية الغربية الواصلة بين مديريتي رغوان ومجزر شمالا مرورا بحريب القراميش وصولا إلى السرواح في الشمال الغربي في حين لا تزال قوات الحكومية تخوض مواجهة مع الحوثيين في الأجزاء المتبقية من المديرية وتحديدا في الكمب والصفراء والمسامرة وهي مناطق جبلية ذات أهمية عسكرية للطرفين اشتركوا في القناة